الحقيقة المريرة هو أن النائب العام في سويسرا الجهة القضائية هذه في سويسرا لم تدن خارج خالد نزار أي جزائري آخر بالإرهاب أدانت قائد الإرهابيين الحقيقيين لهو وزير الدفاع وعضو مجلس الرئاسة لقام بالانقلاب وفتح الأبواب الجحيم وقالوا له أنك كنت مجهز خطة لقتل المدنيين من ديسمبر 90 بمعنى معارضيك الإسلاميين إذن ليس هناك على المستوى العالمي ولأول مرة في تاريخ الجزائري يدان مسؤول جزائري بتهم معيش تهمة اغتيال اغتصاب قاتل خارج القانون كلها وزادوا له جرائم حرب وجرائم الإنسانية وقالوا له خططت ونسقت وشجعت شنغريحة وش كان؟ كان عقيداً بدى رائد وانتهى عقيد في التسعينات فيما يسمى بالحرب على الإرهاب وين كان؟ كلمنا عليه عدة مرات كان فيما يعرف بلا بروميار بي بي الفرقة الأولى الفرقة الأولى بلاندي بريغاد بلاندي واش كانت تدير؟ كانت متواجدة كانت تتبع ناحية العسكرية الأولى متواجدة في منطقة العسكرية الأولى متواجدة في البويرة وفي الأخضارية وارتكبة شنغريحة هناك جرائم بشعة بشعة قرار الإدانة إدانة نزار ذكر شنغريحة دون أن يسميه كيف ذكره؟ عندما ترجع لقرار الإدانة تجدون أن قرار الإدانة فيه والإحالة في نفس الوقت بالمناسبة القانونيين يعرفوا الفرقات ما بين هذه الأشياء يقول فيه لخالد نزار أنك أحضت نفسك برجال يأتمرون بأوامرك وعن طريقهم ارتكبت وعطيت أوامر لارتكاب جرائم فضيع وأن ما قمتم به كان حربا كان نزاعا مسلحا ذو طبيعة غير دولية وأنه كان ضد المدنيين وأنها كانت فضعات شديدة جدا ترجمة نانسي قنقر